اشتركوا في القناة الشعب المصري في وداع أحمد رفعت لاعب مودن الحقيقة اللي يمكن جات ظروف وفاته طبعاً ظروف استثنائية كلمت فيها الحقيقة أنا مش هكلم في الموضوع مش حابب أكرر كلامي مرة تانية وبعيداً عن كل الأطراف الحقيقة يعني اللي بيتاجر بيتاجر واللي بيصفي حسابات بيصفي حسابات واللي بير كاب تريند بير كاب تريند مش قصتي خالص وأعتقد أن وزارة طبعاً دي تحاية جميل نادي الأهلي مبارح لكن أعيز أفمع اللقطة دي يعني أنا هستثني كل أطراف المعادلة من قصة رفعت الله يرحمه وهتكلم عن الجمهور لأنه أتمنى أتمنى ما تكونش لحظة تعاطف في ظروف قاسية مرنا بيها كلنا وكلنا تأثرنا اللي ليه علاقة وارتبط بحمد رفعت أو حتى اللي ما يعرفوش وأبني على اللقطات دي واللقطات دي شفت منها كتير جداً وشفت قبلها في مباراة الزمالك وأعتقد أن اللي رصدته عند الجمهور وإحساسه بالمرحلة اللي وصلنا لها والواقع السيء اللي بقنا بنمر به ومحتاجين الناس بقتفق شد الحاجة إنها تغيروا أعتقد أن احنا كلنا علينا أن احنا نستفيد من اللحظة دي إذا كان وفاة أحمد رفعت وأنا بقول طبعاً يعني خلص تعازي مرة تانية طبعاً لأسرته والأهل والدوية والمحبينه إذا كان وفاة أحمد رفعت كلنا تألمنا منها وكلنا اتصدمنا في لحظة من اللحظات بسبب رحيل المفاجئ وزي دي حوادث كتير جداً عدت علينا مش بس في ملاعب الكور موت الفجأة ده بيبقى ليه وقع مختلف شوية على البني آدم وخصوصاً لما يبقى شخصية عامة أو شخصية لها ناس كتير جداً بتحبها وبتحترمها حصل ده في أوقات كتير جداً بس مش عارف ليه بننسى والأيام بتاخدنا وبنرجع تاني لنلف في نفس الدائرة فإذا كان فيه يعني رغبة في أن احنا نطلع من القصة دي بحاجة مفيدة أعتقد هو الكلام على الجمهور لا الكلام ليه علاقة بأندية ولا مسؤولين في أندية ولا ربطة ولا اتحاد كورة ولا وزارة شباب ورياضة ولا أعلام رياضي ولا أي حد من دول كلامي موجه لجمهور كورة القدم المصرية القصة في الأول وفي الآخر مش مستهلة ظروفنا حياتنا محطنا إقلمنا كلها بنواجه فيها صعوبات كبيرة جداً وتحديات كل يوم بتبقى مساحة كورة القدم مساحة للترفيه عن النفس مساحة للمتعة مساحة للصراع المقنن مساحة الواحد يلاقي فيها النجم اللي بيحبه أو الفريق اللي بيشجعه مساحة أنك أنت تطور مستوى الرياضة في مصر بشكل ينعكس على منتخباتنا وعلى عالم مصر سواء على المستوى القري أو على المستوى العالمي أو على المستوى الأوليمبي أكتر من كده ما يتهليش أن احنا يجب أن احنا نتخطى الحدود فكرة الصراع اللي بقى غالب بشكل كبير جداً ومأثر وداخل في كل تفاصيل تحديداً في كورة القدم يعني أعتقد أن القصة والحياة كلها ما بقتش لا مستحملة ولا مستهلة أتمنى أن القطاط دي تكون بتعكس رغبة حقيقية بكلم الجمهور مرة تانية بتعكس رغبة حقيقية في التغيير سواء مش بس في المدرجات كمان السوشال ميديا اللي بقت يعني بتهدم أكتر ما بتبني بتبعد أكتر ما بتقرب بتفرق أكتر ما بتجمع فأتمنى الحقيقة تبقى بداية حقيقية للتغيير وأعتقد أن الجمهور بتاعنا قادر يعمل ده جمهورنا في مصر اللي بيحب بلده واللي بيحب النادي بتاعه واللي بيحب نجومه قادر شجع نديك زي ما أنت عايز شجعه حب نديك وخلصه وانتميله وامشي وراه وليف وراه وما لكش دعب أي منافس ليك طول عمرنا الحقيقة يعني مش عارف مع يمكن عصر السوشال ميديا لما دخلت يمكن زادت حتة التوتر مع صورة الاتصالات والفضائيات والترندات واللايكات والشير والإنستجرام والتويتر والفيسبوك أكس يعني أكس تويتر يعني واليوتيوب والشانلز وحالة الجري وحالة المتابعة سانية بسانية ولحظة بلحظة وخبر بخبر خلقت أو كبرت بشكل كبير جدا من حالة الصراع اللي للأسف الشديد جدا بشوفه دايما بينعكس أو أثره بتيجي برا الملعب أكتر منها جو الملعب لو كل المجهودات دي رايحة في حالة صراع في 90 دقيقة في مباراة كرة قدم أنا بيتهالي أن حالة دوري بتاعنا أو بطولتنا أو أنديتنا كان ممكن يكون في حتة تانية خالص على كل الأحوال كلامنا طبعا نهاردة مهم جدا نهاردة بالليل في مباراة هي الأفضل هي الأقوى من وجهة نظري على مستوى بطولة اليورو وكالطليق بأنها تكون نهائي جدا 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 لأنهم الحقيقة الفرقتين الأقوى الفرقتين الأفضل على مدار البطولة مش بحكم الأسماء لكن بحكم مستوى والأداء النهاردة إسبانيا في مواجهة فرنسا فرنسا في مواجهة إسبانيا في الدور قبل النهائي الفائز يتأهل للمباراة النهائية وينتظر بقى الفائز من المباراة بكرة إن شاء الله مواجهة تكون قوية برضو بس مش زي فرنسا وإسبانيا الحقيقة يعني أنا بشوف فرنسا وإسبانيا لو كانت فينال كانت بقت في حتة تانية خالص لكن في النهاية هي جرعة أتوقع أنها تكون في منتهى القوة المباراة تتلعب النهاردة في أليانز أرينا في ميونيخ بتوقيتنا هنا الساعة عشر مساء في القاهرة وبمباراة الدور قبل النهاية التانية هتكون بكرة إن شاء الله ما بين إنجلترا وهولندا عندنا كلام كتير على اليورو عندنا كلام كتير على السعادات منتخبنا الأوليمبي إن شاء الله وبدأت مشواره وما هو مرتبط طبعا بالتبعية بمباراة الأهلي وبيرامدز اللي هتتلعب إن شاء الله يوم الجمعة في أستاذ القاهرة منتظر يكون فيه تقم تحكيم أجنبي لم يتم الإعلان عن تفاصيله تم التواصل مع عدد من الاتحادات الأجنبية عشان توفير تقم تحكيم أجنبي لإدارة المباراة وده اللي يمكن هيبان في خلال الساعات المقبلة فبالتأكيد مطش الأهلي وبيرامدز نهاردة راحة بكرة يرجع الأهلي يستعد تمرين لتمرين مرة تانية وتمرين الأساسي هيكون يوم الخميس قبل مواجهة بيرامدز الجمعة تفاصيل والأخبار معنا في سادسة لكن بعد الفاصل تمرين اليوم 쟁 Peace متين نح Guy لا pengموس